أكد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية إبراهيم سبتي أن الوزارة تعمل مع القوات العراقية على ضمان عودة طلبة مدينة الموصل إلى الحياة المدرسية مضيفا أن أكثر من 17 ألف كادر تربوي باشروا مهامهم التعليمية في مجالات متنوعة وأضاف لقاء سابق في برنامج أكثر عنوان أن الوزارة تفتحت 70 مدرسة في الجانب الأيسر من الموصل في أقل من شهر انضم إليها أكثر من 65 ألف طالب وأعتقد أننا فتحنا خلال الفترة الماضية وخاصة في قضاء الحضر والقيارة وحمام العليل وتلكيف وبرطلة أكثر من 412 مدرسة متنوعة بين ابتدائية ومتوسطة وإعدادية وبالتالي التحق عدد كبير من طلبتنا وكادرنا التربوي التعليمي في هذه المدارس حتى هذه اللحظة استطعنا أن نسجل مباشرة أكثر من 17 ألف من الكوادر التربوية يتوزعون بين معلم ومدرس وكادر تربوي آخر في هذه المدارس خلال 20 يوم الماضية افتتحنا 70 مدرسة جديدة في أحياء الموصل في الجانب الأيسر خلال 70 مدرسة هذه اللي افتتحناها التحق أكثر من 65 ألف طالب طبعا نحن متواصلون كوزار التربية في عملنا الحقيقة المضنية والمجهد بالتعاون مع القوات الأمنية في تطهير وتنظيف بعض المدارس التي هدمت والتي اعتبرت أو اتخذت معسكرات لداعش أعتقد هذه مهمة تحتاج بعض الوقت نعم تنظيفها وتطهيرها وبالتالي نستلمها من القوات الأمنية لإدخالها ضمن الخدمة